فاز النادي الاهلي هل النهاردة فاز من يستحق؟ أكيد المباراة راح توجد كفاح مرير الحياة وكفاح شريف وأداء رائع من جانب نادي الزمالك ولكن فازه اللي كان عايز المباراة النادي الاهلي في هذه المباراة كانت ظروفه أصعب من نادي الزمالك واحد يقول لي خلي بالك أن الزمالك كان عنده ظروف والأزمة واللعيبة وفيه تركيق كل ده أنا فهمه بس نادي الاهلي كان في ضغط كبير لو حصل خسارة لهذه البطولة البطولة الكازدة راح للأهلي رجع راح ركب أوتوبيس الزمالك نزل أوتوبيس الزمالك ركب أوتوبيس النادي الاهلي المباراة راح توجدت سبعين مرة أحلى وأجمل مباراة اشتغلتها في تاريخ حياتي من سنين للأهلي والزمالك من أحلى المباريات ومن أحلى الأجواء ومن أحلى كل حاجة كانت موجودة في هذا اللقاء كان فيه قبل اللقاء تحديات كتيرة جدا وأحداث كتيرة جدا تخص لعيب نادي الزمالك اللي إن شاء الله نتمنى لهم يا رب السلامة والأمور تعدي على ألف خير ولكن الحقيقة الأهلي كان ماسك في المباراة من البداية نزل لولا تقلق عواد كان الأهلي خلص الزمالك رجع في دياء 25 باللقطة لحضراتكم شايفنا ايه وتحكم وتحسبت أوف سايد ولكن النادي الأهلي كان عنده تفاصيل كتير جدا في هذه المباراة في هذه المباراة إنه يأخذ البطولة ربنا دايما بيكافئ اللي تعب واللي شئي واللي ركز أكتر حتى لو الفرص كانت متساوية بشكل كبير الأهلي كان عنده ظروف ضغطة بشكل كبير لعدته كان بتجري في الملعب أول تلت ساعة أول نص ساعة عايزين يخلصوا المباراة بأي طريقة وما كانش فيه توفيق عواد نجم المباراة بلا منازع حتى ضربات الجزاء أو ضربات الترجيح حتى ضربات الترجيح ولكن تفاصيل الأهلي كتيرة الأهلي نجح الكابتن محمود الخطيب وهنا حط تحت محمود الخطيب عشر خطوط في الضغوط اللي كان فيها النادي الأهلي في البطولة دي كان صعب جدا الخطيب يروح كان صعب الخطيب الموجود رغم الضماط هو رئيس البعثة الخطيب موجود وقاعد مع اللعيبة وعارف إن وجوده يفرق رغم الضغوط الكتيرة اللي كان بعشها ولكن كان حاضر وبكوة وقاعد وقاعد تحت ضغط ما يستحملوش بني آدم الضغط اللي كان فيه محمود الخطيب ده أنا بصراحة يعني يعني في الآخر ببص واتفرج على المشجع واشوف عامل ازاي والمسئولية انتشايل هم ملايين الأهلوية وقاعد وعايز صدر مشهد لعيبة مش هنرجع غير بالبطولة جمهور النادي الأهلي رغم الضغوط اللي الفريق عايشها بيشجع من أول ديئة السوبر يا أهلي السوبر يا أهلي على مدار تسعين ديئة جمهور النادي الأهلي الكبير العظيم الحاضر بشكل كبير وحاضر بشكل قوي ولكن هو كان عنده طموحات وأمل في المباراة كان عنده أمل وطموحات كبيرة في المباراة الشناوي كان ليه مفعول السحر في النهاية مع شيكبالة وخصص كتير هنحكيها ولكن الأهل انتزع البطولة الأهم في مشواره الأهم في تاريخه لأن لو الأهلي خسر البطولة حيبقوا بطولتين ورايح البطولة مع نادي العين الإماراتي اللي بنتمنى له إن شاء الله بإذن الله يعني أن يبقى لقاء جيد ويعمل إن شاء الله بإذن الله لقاء ويبقى فيه استقبال رائع هنا لأن هم الحقيقة الناس بيشلون فوق دمخهم فهم هنا إن شاء الله بإذن الله ببلدهم التاني نتمنى أكيد فوز النادي الأهلي ولكن الترحاب ملوش علاقة بالموضوع فرحة جمهوري الأهلي بالبطولة دي غير سعادة جمهوري الأهلي بالبطولة دي غير قصة مختلفة تماما مكاسب الأهلي كتيرة ولكن إن ما يكون عندك وعي إن البطولة دي لسه في بطولة تانية فمتعرفش تفرح قوي رغم إن هي الأهم في تاريخ النادي الأهلي ولكن هي الأقل فرحا للكبتل محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي لأن هي جاية عشان تصالح جمهور فحجم ضغط سترس غير طبيعي راحها لبطولة تانية بعد 4 أيام فمحدش قادر يفرح هم حاسين إن ده الكارت بتاع الجمهور تفضل بس الضغط اللي تحط عليه مجلس إدارة الأهلي والإدارة والكبتل محمود الخطيب كان قصة صعبة كدا والكبتل الخطيب بعد البطولة حكم بيفكر في العين وبيفكر إن مش قادر أحتفل دلوقتي مش قادر أحتفل ده مشهد احتفال بص ده مشهد احتفال مش قادر بصوا كل مجلس دارة النادي الأهلي بصوا عمل إزاي كل مجلس بص مش قادر ده ضغط غير طبيعي وبفكر في التلات أنا ما أنا تمام أنا عايز أجيبي بطولتين لجمهور الأهلي مش يعني مش وجاية الضغط بقى اللي هو إيه يعني سبوني ما شهد يعني يدل على الحالة أو حالة الضغط اللي كان عليها النادي الأهلي الحقيقة الخطيب في ضغط وفي الظروف النادي الأهلي وفي الظروف إن الجمهور النادي ده اللي عايز كل البطولات كل البطولات ده عامل اللي حضراتكم شايفينه كده واحد يقول لي يعني الاحتفال بياخد ساعات أقول له ولا تسواني حتى ولا ثواني آه الراجل ما أمش من مش أمش هاحتفل خلاص أنا جيبنا البطولة بن صالح الجمهور تمام أنا مستني يوم الثلاثة أنا مستني يوم الثلاثة اشتركوا في القناة